خلي نوري لكم الآن فيديو ربما البعض منكم يكون سمع بلا كلينيك بوشاوي والبعض ربما لم يسمع حتى بها هذا خلي نسمع واش تقولها الصحفية يعني في تدشين شعارهم دائما العلم والعمل والطبحية هم أقباء وجراحون من خيرة أبناء المؤسسة العسكرية رفعوا التحدي عاليا من أجل إعادة الأمل للمرضى وهاهم يحققون النجاح تلو الآخر عملية جراحية جديدة معدات وتقنية متطورة تاقم طبي شاب كفء ومتميز هكذا أرادتها القيادة العذية للجيش الوطني الشعبي هي سياسة رشيدة نابعة من الإيمان العميق بضرورة مواصلة دعم وتحديث المنظومة الصحية العسكرية وها هو المستشفى العسكري الجامعي المتخص الرائد سعيد أيتم سعودان يجسدها على أرض الواقع مواصلا مسيرته نحو العسرنة والحداثة طبعا العسرنة والحداثة هذه وهذا المستشفى الراقي اللي راه تفتخر به المستشفى العسكري هو مستشفى عسكري هو المستشفى العسكري بوشاوي متخصص خاصة في موضوع العظام في العريديكاسيون وفي قضايا أخرى لكن متخصص خاصة في موضوع إعادة الراديكاسيون إعادة التأهيل وفي أمراض العظامي لآخر لماذا أجبت لكم اليوم؟ لأن هناك خبرين على السريع مش راح نطول فيهم لكنها السريع قبل خمسة أيام نقل إليه مرة أخرى مش أول مرة ينقل لكن نقل إليه مرة أخرى الجنرال بشير ترطاك الجنرال ماجور اللي كان يقود المخابرات كان من أكبر الجلدين والمجرمين كان يشد الشينيول ويحفر بها عيون الجزائريين والجزائريات أحيانا طبعا اقتصاب الجزائريات خطفهم النساء ليس لا حدود لكن كانوا يقومون بتعذيب رهيب وراهيب جدا كان يقودوا هذا بشير ترطاك في التسعينات طبعا هو مع مع مهني مهنة مع حسن جنرال حسان مع السماعيل مع التوفيق مع أبو لحيا مع قائمة طويلة من كبار كانوا توسطين أو كبار ضبال ولكن ترطاك طبعا وصل إلى درجة أنه أصبح القائد القائد المخابرات الداخلية لما جابوه في 2011 كانوا مرعوبين مما يحدث في المنطقة العربية وطاحوا به في 2013 وعودوا الفرنسيس قنعوهم به وحطوه في 2014 وجاءت الحرك الشعبي وأطاح به أطاح به ولما تأكد قائد صالح أن الحرك الشعبي يريد الإطاحة بالنظام ككل قنعوا أبو عز وسين يومها باعتقال توفيق و جنرال ترطاك وسعيد بوتفليقة وتعرفون القصة هذه الأيام في هذه اللحظات اللي أريد أن أحدثكم فيها هذا الجنرال ترطاك اللي المفروض سيكون وحاكمين عليه 16 سنة عنده أكثر من حكم ثم سنوات نظنه ثمان سنوات أخرى راه في هذا الكلينيك اللي كانت هذا الصحفية تمدح فيه وقال تورينا باللي هذا آخر تكنولوجيا وآخر المفروض أنه في السجن في الوقت اللي مارسوا تعذيب على الأحرار آخرها كما ذكرت لكم ياسر رويبح محمد عبد الله وكل إخواننا اللي رغم يتعرضوا يعالجوا في ترطاك هنا في هذا الكلينيك بوشاوي عالج توفيق بمجرد أن أقبر القيد صالح أن قتل القيد صالح وعطوه في الكبر نقلوه للبوشاوي يعني حتى وأنا متأكد بأن هذا الكلينيك يقولوا كلينيك عسكري مستشفى مش حتى كلينيك مستشفى عسكري خطير وصرفوا عليه عشرات الملايين يروات متأكد أن الجنود وصرف الضباط والضباط إلا من رح يماربوك إلا اللي عنده كتفوا غلاثة أو لقى مدخل أو لقى طريقة ليدخلوله هذا دولة داخل الدولة وعلى قول المؤرخ الشهير لكل دول العالم جيش ولجيش الجزائر الدولة في الحقيقة وأنا أكثر من مرة كنت نصحح هذا المقولة ونقول أنا في رأيي المقولة هذه يجب إضافة لها شيء ولجنرالات الجزائر جيش ما هو الدولة؟ جيش مسكين إخواننا داخل الجيش معاناتهم رهيبة على كافة مستويات الاجتماعية والعملية والأهلية والميزيريا والأوامر والسجون على كافة مستويات إذن في هذا وهاني نعطيه لهم هام بشير عرفوا باللي يرحي عنا وتصلنا المعلومات ترطاق بشير ترطاق اللي كان معروف باسمه 8 يوجد في هذا ورحمي ديروله فريدي كاسيان ورحمي ديروله نتيجة أيضا لما كان تعرض له من تعذيب أيام وعزة وسيني المناسبة أصبح جندي الآن ورحمي يتعرض للتعذيب جنيرالات يقمعون جنيرالات جنيرالات يعذبون جنيرالات جنيرالات يسجنون جنيرالات تحولت البلاد إلى كارثة نضرب لكم معلومة أخرى توفيق يذهب هناك إلى الحلاق داخل هذا الكلينيك هذا المستشفى الجامعي عندهم يبدو أنه عجبوا الحلاق لما كان يقضي فيه هنا في ريدي كاسيا هو أيضا العام الماضي في 2020 ومزارة يروح من حين لأهر من كل حين إلى آخر يروح يشوف الطبيب اللي رح يعالش فيه ويديلوا في ريدي كاسيا طبعاً لأنهم كبروا يدي قربة عارية تجاوزوا 80 سنة مع كل المصائب اللي ارتكبوها مع كل جرائم اللي داروها مع كل الأحداث اللي مرت عليهم فهم الآن عبارة عن كمشة صغيرة يعني لكن ما زال الشر الشر ما زال مدى مؤحياء ما زال ينشر في الشر توفيق هناك يحلق حتى اللي نقلي الرجل الفاضل اللي نقلي الخبر قال لي يمزح يعني أنا مزحت معاه قلت له ما خافش أنه الحلاقي يمر السكين على رقبته يعني الناس تكرههم كراهية شديدة قال لي ربما لهذا السبب هذا شخص آخر قلت نعلق معاه قال لي ربما لهذا السبب يخاف ما يروحش عند الحلاقين العاديين المدنيين يجب أن يروحوا عند حلاقين عسكر يباش يخافوش لا يمروا عليهم سكين على كل نحن دعاة سلم نحن لا نقبل حتى الجنرال التوفيق أو المجرم نزار أو الشنغريحة أو لأمثالهم أن يمسطدهم العنف نحن مع الأيطاحة بالعصابات وتنفيذ القانون لنابع من إرادة الشعب مش نابع من إرادة جنرالات يتلاعبوا بالقانون كما يريدون نحن مع تطبيق القانون على الجميع وعلى يوم يتمكن منهم الشعب ينفذ فيهم القانون القانون الحقيقي وليس قانون التلفون كما عندهم هم